ورجعنا لحقاكم من جديد هنتكلم بقى عن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء طبعاً اتكلمنا فيه قبل كده كتير ولكن النهاردة معنا معلومات قيمة عشان كده معنا المهندس فتحي حسين أبو ركبة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بحضرتك سيد عمر طبعاً مشوار جاينا من الأسيط طبعاً تعبنا حضرتك معنا جداً ولكن كله عشان السيدة المشاهدين طبعاً يبقى فيه استفادة أهلاً حضرت عمر إن شاء الله لو هنتكلم عن قانون التصالح أهلاً نعرفه للناس هو حضرتك من 2011 تجاوز البناء على الأرض الزراعية بطريقة عشوائية قوة الخرصانية وضعت على أرض بدون تخطيط بدون مرافق بدون وضع أي اشتراطات العشويات زادت فكلاً أبداً من وضع قانون التصالح قانون التصالح ده لتقنية أوضاع المخالفين في البناء وتحويل المباني اللي تبانت على أرض الزراعية إلى مباني مرخصة وسليمة حضرتك القانون ده هو قانون رقم 17 سنة 2019 المعدل رقم واحد سنة 2020 ده أفاد ناس كثير قوي من المواطنين في تقنين أوضعهم ووقف البناء العشويات لأن بناء العشويات لكارثة كبيرة سزومة حظرتك أنها تلاقي مثلاً شارع 8 متر والعشرة متر وتلاقي امتداده مثلاً 100 متر أو 200 متر وتلاقي فيه الأبراش 13-14 دور اللي هو معدل ترخيصه أو الارتفاع بيكون مرة ونص من عرض الشارع يعني نتلم ده مخالفة واضحة مخالفة واضحة يعني لو هو 4 متر المفروض أقصى حاجة ليه 6 دور لا 6 متر 6 متر دورين 10 متر اللي هو 5 دور وما اللي احنا بنشوفه ده بيطلع مثلاً 13 ما هو كله استثمار هو عمل كارثة عشان استثمار والأسوأ من زكون له أنه هو بيخلف الاشتراطات المعمرية بس بيخلف الاشتراطات المعمرية ممكن تلاقي تلاقي تخلى بالسلامة إي شيء يعني حظك الابراجة اللي هو ممكن لقدر الله البورج ده ممكن يقع فيه بالزبط كده يعني حظك الابراجة اللي هي مالت في اسكندرية واللي اسمعنا عنها قبل كده والحجات دي كلها نتيجة البناء العشوائي ان انا عاوز لابني المبنى ده وخلاص واطلع منه واستثمر وخلاص والكلام ده فلنه هو نظام معاولات من نظام معاولات بس دي كارثة فالموضوع ده كان لازم له وقفة لازم له وقفة كبيرة كمان طب هالحل للجزئية دي القانون اه طبعا هو هو مش حل هو يعني الناس اللي عمل ارتكبة الجريمة دي خلاص هتصلح على الوضع ده وخلاص لكن الجديد هو الحاجة دي هتواجف له في الجديد ان انا لما يجي ابني التزم بالاشتراطات المعمرية والانشائية وما عملش كارثة يعني اذا دي من ضمن الفوائد من ضمن الفوائد طبعا طب لهن نذكر بقى الفوائد بالنسبة خاصة فوائد المواطن بعد ما يتقدم بطلب التصالح بيحصل على الانموزج تلاتة اللي هي شهادة فيد بالنوع تقدم بطلب التصالح فيه واحد وفيه اتنين هو فيه رقم واحد ده بيكون مع الطلب اللي هو تقدم به انا لما المواطن بيتقدم بطلب التصالح بيروح للوحدة المحلية التابعة لها طبعا بيكون مع صورة البطاجة تمام وسند الملكية ودفع رسم الفحص طبعا بسم الفحص بيكون على حسب المكان على حسب المساحة على حسب هالقرية مدينة محافظة وبيدفع حاجة اسمه جديد التصالح واللي هي المقرب 25% من المخالفة ودي طبعا بتتحسب على حسب برضو اذا كان قرية مدينة محافظة على حسب الشارع على حسب التجاري سكني كل حاجة لها سعر التجاري ليه سعر التجاري ليه سعر والسكني ليه سعر والمحافظة ليه سعر والمحافظة ليه سعر والمدينة ليه سعر تمام مع الأوراج دي بيقدم طلب اسمه نموذج واحد ده بيملى كل البيانات اللي فيه طبعا حدود المبنى الموقع العام بتاعه الاسمه رقم البطاقة كل المعلومات عن المبنى نموذج اتنين حضرتك ده بيكون في التقرير الاستشاري اللي هو مع الملف الهندسي احنا كمكتب هندسي فيدتنا في موضوع التصالح ده ان احنا بنعمل الملف الهندسي كامل من المواطن اللي هو عبارة عن نسختين من الرسم المعماري بعد طبعا المعينة والرفع المساحي للمبنى بنعمل نسختين معماري ونسخة انشائي وبنعمل تقرير سلامة انشائية للمبنى يكون معتمد من الاستشاري حضرتك التقرير السلامة الانشائية ده تقرير بتاع السلامة ده اجباري اجباري اه ما هو دي اهم حاجة أنا ما يبوش المبنى مخل بالسلامة الإنشاية وأقول له تفضل الصلاح عليه ما أنا لو صلحت على مبنى مخل بالسلامة الإنشاية ما هو مصيبة سورة آه ما دي مصيبة سورة برضا يعني كده أنا ما عملتش حاجة تمام فمع تقرير السلامة الإنشاية ده بيبقى في نموزج اتنين تمام نموزج ثلاثة ده عاد بيستلمه المواقن بعد ما يكون السوفة الأوراق دي نموزج ثلاثة بيستلمه اللي هي شهادة تفيد أنه تقدم طلب التصالح ودفع الجدية ورسم الفحص والأوراق الكامل ده النموزج المشهور آه بالضبط كده بيعمل بإيه النموزج ثلاثة ده المواطن بيطبعا بيديه إذا كان المحامي بتاعه الموكل ليه تمام بيوجه فيه كل الدعاوي القضائية آه التي صدرت ضده في المخالفة اللي ارتكبها في البناء يعني لو عليه حكم أو حاجة بيوقف بيوقف مؤقت لحين ألبط في طلب التصالح آه مش بيوقف نهائي برضو عشان برضو حاجة توضح للمواطنين إن دي بتقف لحين والبت في طلب التصالح يعني مش معنى كده أن انت حصلت على نموزج ثلاثة إذا انت كده تمام لا بشا ده فيه نموزج بعد نموزج ثلاثة في حاجة اسمها نموزج أربعة نموزج أربعة ده اللي هو استفاء واختار المواطن باستفاء لوراق الملف مثلا ممكن الأمانة الفنية أو اللجنة الفنية بتبحث الملف لقيت مثلا سند الملكية ناقص صورة البطاقة التقرير الاستشاري أي إن كان حاجة ناقصة في الملف بتخطر المواطن بالاختار ده نموزج اسمه نموزج أربعة طبعا بعد ما يستلم المواطن نموزج أربعة يكون في خلال شهر من الاستلام مستوفر لوراق اللي هو طلبت منهم فيه حاجة اسمه نموزج خمسة نموزج خمسة ده حاجة داخلية اللي هو بين الأمانة الفنية واللجنة الفنية اللي هو تقرير عن الملف تمام؟ فيه نموزج ستة ده بيستلمه المواطن بعد معاينة اللجنة الفنية محل المخلفة تمام؟ بعد بتعاين اللجنة بتشوف هل فيه حاجة ناقصة برضه في الملف ضرورية بيخطر المواطن بحاجة اسمه نموزج ستة نموزج السبعة ده حضرتك بيقول للمباني اللي هي محظورة من التصالح ما ينفح لاش تصالح؟ ما ينفح لاش فبيسلم حاجة أو بيخطروا به يسلموه حاجة اسمه نموزج سبعة نموزج تمانية ده برضه بيبقى داخلي باللجنة الفنية والإجهة الإدارية يعني اللي هو الملف ده كده خلاص هيتقابل أو الملف ده كده خلاص هيترفض في نموزج تسعة حضرتك ده اختار للمواطن بين الطلب بتاعه اتقابل وسرعة الحضور للجهة الإدارية للاتفاق على باقي الأقصاد واتصالح نموزج عشر ده حضرتك ده آخر حاجة طبعا بيستلمو المواطن أنه هو طلب اتقابل ومخطوم من المحافظ والأمور تمام وهو يعتبر كده حصل على رخصة مباني طيب من كلام حضرتك حضرتك قلت أنه فيه أماكن محظورة تصالح فيها فيه أماكن آه محظورة تصالح زي حضرتك الأماكن المباني المبنية على الأرض المملوكة للدولة إلا في حالة إذا كان المواطن تقدم بتقنين وضعه للأراضي المملوكة لجهة على حسب الجهة سواء أجرها أو سواء امتلكها أو امتلكها تاني حاجة والأهم والأهم المخلة بالسلامة الإنشائية حضرتك مبنى اللي حضرتك بتكتلك دي ممنوع لا لا ودي حاجة كويسة خالص من ضمن الاشتراطات أو المباني المحظورة ما يبقى مبنى آي للسلوط أو كده أو الكلام ده ويتقابل طلب تصالحه الثالث حاجة حضرتك اللي هو متعدي على خطوط التنظيم حضرتك مثلا الشرع ده مثلا متعد في التنظيم 8 متر ما يجيش مثلا مبنى تعدى الخط يعني مثلا ساب 7 متر وخل متر من الشارع وبنى ده تعدى خطوط التنظيم ده لا يصلح التصالح فيه تمام طيب إيه الفايدة أو إيه العائد للمواطن من القانون بتاع التصالح وفيه فايدة أنا ذكرتها من شواء له حصوله على نموذج ثلاثة والوقف كل الدعاوي القضايا التي صدرت ضدهم تمام دي حاجة تاني حاجة حضرتك حصوله بعد قبول الطلب التصالح حصوله على توصيل مرافق قانونية وأصبح أن المبنى بتاع المواطن مرخص ومثابة رخصة وفيه حالة أنه هو مثلا محتاج أنه يعلي وفيه وجود الاشتراطات المعمرية والإنشاية والسلامة الإنشاية كويسة بيعمل حاجة اسمها رخصة تعالية ده الكلام ده بعد قبول طلب التصالح طيب القانون نفسه بقى لو محدش عمل الكلام ده كله أو الإجراءات أو كيف المفروض فيه عقوبات فيه عقوبات هو بس مغاكرهاش القانون بس يعني دي جالوها السيدة المسؤولين أنه فيه عقوبات فيه حالتين إذا كان المبنى معهول بالسكان طبعا هيتم قطع المرافق أو زيادة أسعارها أو زيادة أسعارها أه يعني المياه مثلا وبيت فعمتين يجيله بالضبط كده إنما إذا كانت غير معهولة بالسكان أو يعني مفاش سكان بيتم مصادراتها للدولة أو إزالة مصادرتها؟ مصادرتها للدولة يعني متبقاش ملكه؟ لا متبقاش ملكه دي إذا في حالة أنه مش مسكون طيب أنت متوقع أن المدة ممكن تطول عن أنه نعملين شهر وشهر؟ أو الله أنا متوقع هو حقيقي رئيس مجلس الوزراء حظتك مدة مرتين وأنه مدة مرة تالتة ستة شهور تاني تمام؟ بعد كده بيكون بقرار مجلس نواب بس هو يعني الحد ستة شهور من إمكانية رئيس الوزراء بعد ستة شهور لازم قرار مجلس نواب يعني أقصى حد يعني أقصى حاجة لغاية شهر ثلاثة عشرين واحد وعشرين إذن إحنا بمثلا إحنا بنشجع الناس أنها تبدأ أنها تقدم طلب التصالح لازم يقدم طلب التصالح ودي فرصة طبعا لكل المواطنين طيب هنتكلم بقى عن المكتب الهندسي خاص بحضراتك مكتب السرواط صح كده؟ تمام ده في أسيوت في أسيوت منفلوت قرية بنراف إيه اللي بيقدموه؟ حضرتك أولا هو بيقدم احنا بنقوم بالعمال التصميمات الهندسية كاملة سواء معمارية أو إنشائية بنقوم بعمال المقاولات العامة تمام؟ بناخد برضا عمال التشطيب لو شقة تشطيب برج وجهة برج تصميم الدزاينج بتاعه تمام؟ بناخد مقاولات برضو حكومية باسم شركة دكة بناخد من الأوقاف من الأمنية التعليمية والحمد لله يعني نفذنا أكتر من عملية وسلمناها في المعاد أو قبل المعاد المقرر لها والدنيا تمام يا راح طيب إيه اللي بيميز المكتب بقى عند حضرتك؟ والله يقول بيميز المكتب إن احنا مثلا في موضوع التصالح أنا الحمد لله أنا بابا مع المواطن أثناء تجديم اللي غاية ما يستكمل ملفه ويستلم أنت ممكن بتروح معا الحي وتخلص كل حاجة معا طبعا تمام؟ فيه سرعة طبعا فيه سرعة واللي يعني برضو أشكر كل إدارة الوحدات المحلية عندنا في قرية بنرافع مركز منفلوت للتسهيل الموضوع خالص بصراحة ويعني كل الموظفين اللي فيه كل الشكر ليهم آه كل الشكر ليهم طبعا فهم سهلوا الموضوع معنا وفيه مثلا بنقدم بسعار رمزية الحمد لله ودينا تمام الحمد لله والتصالح حسيت أن المكتب بدأ تزيد مثلا أن يزيد معدل الشغل فيه آه طبعا آه طبعا تصالح وإنشاءات هندسية آه إنشاءات هندسية وبرضو شغل المؤولات بتاعنا شغال زي ما هو يعني ما أثرش على شغلنا التاني طب فيه أحياء بتطلب السلامة إنشاية وفيه أحياء ما بتطلبش قرار آه آه السلامة الإنشاية السلامة الإنشاية السلامة الإنشاية التقرير آه آه طلب حضرتك أنا زكارة حضرتك نموذج ستة لما هتطلع اللجنة تعاين هتبص في الملف مشكلة التقرير لازم يرجع الوراء آه هيفطر المواطني يقوله أنا عاوز تقرير سلامة إنشاية للمبنى طب المهندسين أو المكاتب الهندسية اللي هي بيتقدم التقارير بس من غير التقرير السلامة الإنشاية تمام ده فيما بعد لازم إنه هيحفل لازم طبعا لازم يا بش وده طبعا بيبقى فيه تقريبا ختمة أو حاجة زي كده من النقابة آه لا ختمة مهندسة استشارية استشارية آه إن المبنى ده آمن إنشاية ولا يخل بالسلامة الإنشاية طيب أعمال البنى بقى والترخيص في ظل طبعا القانون اللي إحنا فيه بتتم إزاي هل فيه بنى ولا ما فيه هو حضرتك طبعا أنت فيه قرار صدر 24-25 وقف الترخيص بالمحافظات ملمود لمدة ستة شهور لغاية يعني هو نهايته 24-11 20-20 بس حضرتك هو فيه من شهر كده أو شهر ونص آه أصدر القرار بيه باستكمال أعمال الرخص اللي هي مزيتش عن أربعة دوار وقدينا في انتظار إن شاء الله بعد 24-11 في انتظار القرارات الجديدة بتوسع الحيز الجديد إن شاء الله إن شاء الله بزمان يعني إذن دلوقتي هم فيش ترخيص لأ هم فيش ترخيص وهو فيه في القرى فيه في القرى ترخيص القرى المكان داخل الحيز العمراني بس الحيز القديم حضرتك ياريت برضو أستاذ المسؤلين نظرة لموضوع القرى في الحيز وفي التنظيم والتوسع أكتر في تنظيم القرى القرى ده الاقتراح اللي كان عند حضرتك طبعاً لأنه هو مواطن القرى حضرتك احنا عارضين نفرج بس بين المواطن اللي هو هيبن مخالف عشان استثمر والمواطن اللي بنى مخالف عشان سكن للأسرة يسكن فمواطن القرى حضرتك هو بنى مخالف هو ما لجيش مكان فالطر بنى مخالف وبنى عشوائي بس هو عشان يسكن لأسرته فلذلك لما بس فيه مباني على الأراضي الزراعية ما هو بنى على الأرض الزراعية ما هو ما فيش حيز حضرتك بس انت ممكن ان انت تلاقي قطعة أرض كبيرة وهي فيها بيت أو بيتين ما هو لو بعد سنة جينا نبص عليها بنلاقي البتين بنلاقي الدنيا كلها ما هو بأكلم حضرتك فيها مثلا وفيه ان الدولة مثلا توسع في الحيز بتاع القرى وتنظم ان المنطقة دي دخلت حيز فهنظم الشارع بتاحها لأن حضرتك تشوف المباني مثلا في القرى تلاقي شارع 4 بتر بانتداد 200-300 متر ومباني دورين 3-4 وده نزل درج سلم من هنا وده نزل درج سلم من هنا وما فيش مرافج مثلا البيت اللي جوة تلاقيه من داخل خط بوصة مية ما وصلش ليه التاني فتح المية التاني المشكلة وبعد كده بنطلب ان احنا المرافج تدخل بزرط كده طبعا ضغط على الدولة وضغط طبعا ان احنا عاوزين بقى قاربا وعاوزين شبكة صرف صحي وعاوزين شبكة مياه بنعاني من ناقص الحيات دي كلها بس هو موضوع التصالح حينفع في الحيات تالي ان هو ادخال المرافج لكل المباني اللي هي خلافك بس للأسف في ظاهرة برضو بدأت تظهر ان في ناس بدأت تبني في ظل القانون ده وبيروح طبعا يتقدم للحي او للوحدات المحلية وبيحصل على نموذج ثلاثة وهو كده بيجي كاتب طبعا على البيت ان هو طبعا مصالحة رقم كذا 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 اللي هو رقم اللي هو النموذج اللي هو معاه وخلاص على كده هو بالتالي ده فيما بعد مش المفروض ان ده هيتم ائزالته طبعا انا بنتكلم في الفترة اللي احنا انا بشوفها في الفترة وحاليا طبعا صعب ان حد بيجيبني لا فيه انا بتكلم عن القرية اللي وطبعا هو ما بيتقدم خلق اي طلب بيتقدم بيتقبل هو دلوقتي حليم كله طلب بيتقبل هو بالنسبة له بياخد بقى طبعا دفعة جدية والدنيا والوضع هو بياخد بقى الرقم يجي كاتب على البيت طبعا مصالحة كذا ويجي كاتب رقم هو بالنسبة له ان هو كده بقى كده تمام احنا عايزين ننوه للناس ان ده غلط وان ده هيتم ائزالته والمشكلة في الارض الزراعية دي نفسها للأسف بيبقى صعب جدا ان هي طبعا ترجع ترجع لمكومات الزراعية تاني بس حضرتك يعني ودلوقتي النسبة يمكن قلت خالص يعني ما بيجيش عشرة في المية حتى لو فيه ما بيجيش عشرة او خمسة في المية من اللي كان بيحصل قبل كده محدش دلوقتي بيقدر يبني لان الموضوع بيتحول لمحكم عسكرية طبعا وقصة كبيرة بس حالك بتقول ان هو النموذج ترتب في اي اجراءات لا ما هو دلوقتي هو لو بنا حضرتك دلوقتي لو بنا والمحضر تعملوا محضر المحضر مش بيستلم للجهة الإدارية غير بالمواطن والمواطن بيستلم للنيابة العسكرية الجديد اعتقد النيابة العسكرية الا اذا كان معنا موزج ثلاثة فعلا اذا كان معنا موزج ثلاثة غير كده هيبضل في المحكمة العسكرية طيب لو هنتكلم بقى عن حضرتك بقى شوي تحضرتك خريك سنة كم 2015 2015 دخلت طبعا وقديت الخدمة العسكرية وقديت الخدمة العسكرية خدت 14 شهر بعد ما اتخرجت طلعت من الخدمة العسكرية بدأت في العمل المؤولات وفتحت المكتب وبدأت في التصممات الإنشائية واخدت شغل مؤولات خاصة وصممت أبراج منها برج النعماني وبرج السلام وبرج الأمل تمام بعدها بدأت أخد شغل مؤولات حكومية باسم شركة دكا خدت مساجل من الأوقاف في حيز محافظة المينيا واخدت من شغل من الأبناء التعليمية تمام والحمد لله يعني وبدأنا في موضوع التصالح وهو خدنا مثلا شغل تشتباط يعني حاليا نشغلين في تشتباط مصانع وكده منها مصنع النعماني تمام معنا برضو تشتباط شقة في أسيوت وفي مدينة موطور بيختلف الشغل مسلا في أسيوت عن هنا عن القاهرة يعني لو جل حضرهاك شغلي في القاهرة هنا بتاخده؟ أبعد بس لما يكون الموضوع فارغ معي بشوف فريق العبل معي طبعا هل متاح أن أنا أقدر أخذ الشغل ده عشان ما يأثرش في الشغل اللي معايا لأن حضرك لما بأخذ شغل لازم أكون جد فيه المهندس فاتح حسين أبو رقبا طبعا بشكر حضرتك جدا جدا أن أنت نورتنا وقفتنا بالمعلومات طبعا القيمة اللي عند حضرك وطبعا بقدم الشكر لكل أهل أسيوت وطعبنا حضرتك معانا ونورتين طبعا طبعا بشكر حضرككم على أمل إن شاء الله أننا نلتقي بكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته